اللاعب المصنف رقم واحد في العالم اللي هو نوفاك دوكوكفيتش اللاعب ده لعب سربي، لعب في منتهى الأدب والأخلاق حصل حاجة غريبة، اللاعب ده خسر السيرفي بتاعه، خسر المجموعة 6-5 ممناسبة اللاعب اللي انتو شايفينه السيرفي اللي في الصورة ده، نوفاك لعب عشرين مباراة في السنة دي، مخسرش ولا مباراة وكان المرشح الأول للبطولة لما خرج أو خسر النقطة لفايصل لا بيجيب اللاعب اللاعب التنس بيبقى بجيبه بس خلونا الصورة دي شوي لما خلص بس القصة بيبقى في جيبه في هي كرة بتبقى معه عشان يسيرفي في خلالهما كرة بالمضرب جت في الحاكم اللي انتو شايفينه الحاكم اللي كن شايفينه دلproduct اللي هي لابسة أو حاكم اللاين أيوا اللي هي لابسة ماضي دي حاكم الخط الكرة جت فيها فزا ما انتو شايفين وشة عحمر أو كرة جت في عينيها طرفة عينيها الموقف كان خض الناس كلها نوفاك جري على الحكم اعتذر لها وفضل معها وفضل ماشي جنبها لغاية ما خرجت برا الملعب عشان تتلقى الاسعافات المطلوبة نوفاك رجع للملعب الحقيقة اللاعب توقف زي ما انتوا شايفين الصورة دي اللاعب توقف وقعد الحكم الكبير اللي هو شايفينه ده او الحكم الملعب قعد الحكم الرئيسي في البطولة حصل مشاورات نزل الملعب قال له في خمس دقائق الكلام ده كلام ده كله في خمس دقائق قال لنوفاك الحقيقة قررت البطولة او قررنا استبعادك من البطولة نعم استبعادك من البطولة انا عايز اقول لكم ان الصورة اللي فاتت دي هو قعد بيتكلم على الحكم ده وهو بيتلقى استبعاده من البطولة زي ما انتوا شايفين شال الشنطة بتاعته شال المضارب زي ما انتوا شايفين الصورة بيتكلم معاهم بيبتسم مفيش ايه بالرغم ان هو اخطأش الخطأ الجسيم هو ما عملش خطأ متعمد انه رمج كرة في وش الحكم هو بيرم الكرة بعصبية سنة بسيطة كده حتى انت لو شفته الفيديو الكرة ما رحتش بقوة عنيفة للحكم ولكن زي ما بيقوله جات الرأس في او زي ما بيقوله الطوبة في المعطوبة جات في عين الحكمة الحقيقة او حكم الخط اللعيب يستبعد انا بس عايز اعلق على حتين او مقطتين مهمين جدا في الحادثة دي اول حاجة اللاعب رقم واحد على عالم نوفاك لما تلقى خبر استبعاده ما شفناش بقى الثورة وزي ما بنشوف بعض اللاعبين لما بيتم تردهم المباراة يخرج يشوت الكولمن ويشوت الازايز ويخرج متعصب لا خرج بكل هدوء شلشنتته خرج من الملعب لا ده مش كده بس ده نزل اعتذار لجماهير التنس والكل الناس واللي حكم الخط ادي اول لقطة نطلع منها من هذه الحادثة طب اللقطة التانية حكم الرئيس للبطولة استبعده اه انت رقم واحد على مستوى العالم وانت المصنف الاول ولو خرجت برضو البطولة هتفقد الزخم بتاعها ولكن القانون قانون واحترام القانون احترام القانون هتستبعد يعني هتستبعد طب انا مش قصدي طب حضرتك انا ما كانش قصدي اجيب الكرة انا اسف مبررش خرج اعتذر قمة في الشياكة والجمال والحقيقة يا ريتنا شيئنا يتعلموا ده وزي ما قلنا لكم الرياضة قبل ما هي فنيات هي اخلاق وده لو قدرنا نوصله للناشئ الصغير يا رب الناشئ يكون بيتفرج علينا قدرنا نوصل ده للناشئ هيجي علينا اليوم في مصر لللاقي الجمهور يرجع تاني واللاقي الجمهور يمنى المدرجات والجمهور يحضر المباراة ويمشي بدون مشاكل احنا يعني انا بصراحة وحشني جمهور النادي الاهلي وحشني الجمهور في الملعب عمتا بصفة عامة لان الرياضة من غير جمهور بتبقى صعبة بس مش هنقدر الجمهور ترجع لما بيكون فيه الاخلاق دي الاخلاق بتاعت اللعبة دي تتنقل ايضا الى الجمهور وهي موجودة ولكن محتاجين نذكر بها جمهورنا العظيمة طيب